موسيقى كانت حالة أخرى ولكن لم يكن في نصف الحديد ولكن طرحت عليها مجموعة التساؤلات لأن اللاعب يصاب رجع من الإصابة رجع من الإصابة رجع من الإصابة رجع من الإصابة في مباراة النجم الساحيل ومع ذلك أردت في مباراة الترجي وقبل السوبر كان لعب مصر أن يصفر القطر من أجل مواصلة الإلاج ما هي الأسباب لتكرار الإصابة لسند الورفلي ثم إصراءه على الصفر القطر ما هي الأشياء في التقم الرجع؟ الورفلي هو لاعب من العيار التاقيل فهو كل عضلات من الجسم قوية بزاف إذن خصوا نورمالمون تقوية العضلات يعني بصفة رسمية فطاقم تقني اللي كان معنا من قبل كان ما كيخصصش دي ما كنا كنا نقول لهم أو دي كنت خصوا واحد الحصة دي التدريب دي التقوية العضلات ماشي غير الورفلي جميع اللاعبين لأنه هادوك اللي تكونوا عندهم عضلات قوية من اللي كيديروا الإصابة في العضلات كيديروا ماشي إصابة خفيفة كيديروا إصابة كبيرة إذن كتطلبوا حلوقة للعلاج طويل وكذلك الرجوع إلى الميدان طويل كذلك فمع التقام التقني اللي كنا نخدمين معها من قبل دي ما كان كيضغط على التقام التببي وكذلك على جميع الأطقمة باش اللاعب يرجع قبل من الوقت ودي يور كان واحد المشكل في الشرطي ليه هو الإصابة دي له في مدينة وجدة فحنا كنا ضد ديك المقابلة دي المدينة وجدة باش يلعبها باش يلعب ديك المقابلة دي المدينة وجدة لأنه كان باقي ما تعافاش وكذلك اللاعب على غازون سنتيتيك والغازون سنتيتيك معروف بأنه يعطي هذه الإصابة فإذا بهيت هذيك رجعت له ذيك الإصابة وبقينا عود ثاني معه كانوا وجدوا فيه بحلاء بدينة عزيرو كانوا وجدوا فيه باش إن شاء الله اللاعبوا به المقابلة اللاعبوا به السوبر السوبر كوب واللي عبوا به الكونغو هذي هم اللي كانوا عنه جوج دي المقابلة كانوا عنه يعني في اسمته هم ان وجدوا المقابلة دي الكونغو طبعة الحال والمقابلة دي السوبر كوب هذي شي اللي وقع حاليا السانات يعني هذي الإصابة هي إصابة خفيفة يعني ماشي شي إصابة كبيرة ناتجة عن العياء لانه اللاعب المقابلة دي الكونغو اللاعب المقابلة دي الكونغو إذن هذي دي لازيون لها فاتيق بكبير لها كمولات دي الكونغو ناتجة عن العياء إنما الحمدلله ما عنده شيء إصابة بليغة هذه الحالة دي الورفل اللي كانت في حالة آخرين لاعبين آخرين مثل عمر بو طيب ربما الإصابة ديالهم كتتكرهوش هدايا راجع لضعف ديال الإعداد أو لضعف ديال اللياقة البدنية بالنسبة للاعب يعني الجسمانية ديال اللاعب ما كتتتحملش يلعب وحد العدد ديال المباراة أنت جوبتها للسؤال الشؤال بتوبتها للسؤالين أولا الإعداد البدني فالإعداد البدني حضرناه فيه من اللول ديال الإعداد البدني يعني في اللول ديال العام حاليا حتى الوقت هذا فالإعداد البدني لأن الإعداد البدني اللول ديال العام هو اللي مهم بزاف وفي هذا الإعداد البدني ما كانش إعداد بدني يعني قويم دروس بطريقة يعني علمية لأنك ما أشترت لك يعني الطاقة التقني كان كي أمر بشي حويج لا يمكن أن نضغطه على التقام التقني لأن الفريق هو اللاعبين وما التقام التقني وما إحنا كهذه التكنيسيين يعني كنعالجوا اللي هي اللي يسميته ما إلا كان شي حاجة نقدموها ديال الإضافة فكين بعض المسائل كيتقبلون بعض المسائل كيقولك مثلا بحل المسكولاسون الإعداد البدني ما كانش الإعداد البدني يعني الطريقة اللي كان خاصة تكون يكون الإعداد البدني وكيف يسمينه إن شاء الله هذا العام هذا يكون الإعداد البدني يعني على يعني في المستوى وش بش اللاعبين ما يعاني وش تانية أو تانية من الإصابات ثم تانيا البنية الجسمانية طبعا الحال البنية الجسمانية ديال اللاعبين بنية الجسمانية ديال اللاعبين ديال المغربة ما هي البنية الجسمانية ديال اللاعبين ديال الأوروبا اللي جاينا من مراكز تكوين جاينا من مراكز اسميتو لأنه كانت فيه حمية كانت فيه تغذية كانت فيه يعني تقوية العضلات كانت فيه يعني تدريب خاصة كانت فيه بزاف ديال المسائل لأنك تجعلها ديال اللاعب هذا يتعرض اقل الاصابات برابور اللاعب اللاعب الهواء. احنا نفطور الاحتراف بطبيعة الحال ولكن يدخل المنظومة الوطنية ويدخل في نطاق الاحتراف. الحميات تكون البدني تكون البسيكولوجي تكون الدهني كذلك يعني تكون التغذية مهمة بالنسبة للسميتو. وكذلك الجانب اللي هو مهم بزاف هما الموين د ركوپراسون. الموين د ركوپراسون. احنا عنا كلا كريو تيرابي كان درو اغيرا كريو تيرابي ولكن كين دوتر موين د ركوپراسون اللي غدن خصومي الدارو باش اللاعب من بعد المقابلة ما كيحش بدك العياء ودوك اللي بتيت بليسور يعني اللي بتيت بليسور الصغيرين كيتزالوا وما كيتعرضش اللي بليسور اللي هما كبار. زيادة على ذلك. فاذكرتي البنية الجسمانية دي اللاعب المغربي. مغربي ما شغل من ناحية الجسمانية حتى من ناحية آآ البدنية. فاللاعيب المغربي ما يمكن ليش هذا يلعب ستين ماتش من من في في السنة. هو لعب كما كنقول احنا ديال تلاتين مقابلة ولا اربعين مقابلة ولكن ستين ماتش بدك الدراوة ديال كل تلت ايام كيلعب ماتش وان بليس دوسا يعني كثرة الصفار كثرة سميتو. فكل شيء شيء هذا كيرجع كيرجع كي كبيرة في 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 العدارات. فخلال واحد الاختبار احنا القيناة اللاعبين اسميتو فالقينا بيانا لدوزاج دولاكتات يصون يعني عالين بزاف اكثر من بعض اللاعبين اللي لعبوا بزاف ديال المقابلة عندهم عشرات المرات اللي عالية على اكثر من 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 طبيعي. وهذا شيء اه يعني ما تحملوش ما تحملوش الجسم ديال اللاعب مغربي اي لاعب. او خجيب لاعب كما كان نوع دياله ما يتحملوش لاعب. ولكن مع ذلك تضافر الجهود تضافر يعني العزيمة القوية ديال اللاعبين ديال فريق العربيضوي. فهو ما استطعوا يمشي وجسكو بو واستطعو باش يجيبو اهد العام هذا النتائج. هو كان مو تمستنائي على مستوى يعني مبارايات وعلى مستوى البرنامج كما للشي دكتور ولكن واش مكنش ممكن ان يكون اعداد استثنائي على مستوى الطبيب بنسبة اللاعبين يعني يكون واحد يعني نقول واحد الموسم استثنائي تعلم مستوى ديال اللجنة الطبية اما تعزيزات اما برنامج خاص لانه لا يكفي التداريب ربما كان تكون اشياء اخرى اللي تكلمت له منها يعني تغذية منها اشياء اخرى اللي تساعد اللاعبين على الخروج او انهم يكونوا واجدين باش يلعبوا هاد لعدل ديال المبارايات بطبعة الحال يعني احنا العم يعني من اللي عارفنا بانه وغادي يلعبوا على ربعات الواجههات تقريبا فاخططنا برنامج خططنا برنامج لطاقم الطبي ديال فريق الرجال بضوء خطط برنامج بانه باش باش ما نوقعوش في هاد المشاكل هادو وعارفين بانه اللاعبين غادي عياه وغادي يسميتو خططنا خططنا برنامج خاص فيه دخلة فيه بطبعة الحال الحيمية دخلة فيه تغذية دخلة فيه بطبعة الحال الموين اللي هادرنا عليهم للموين دو ريكوبراسيون باش ما يكونوش موين دو بلسور ودخلنا فيه كذلك يعني اه اه تغذية وعارفين بانه التغذية كالدور 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 مهم ما عارفين بانه التغذية دي اللاعبين المغاربة يعني في المنزل ديالوك يقول يعني ربما يقول شي حاجة اللي ماشي هي موفيدة بالنسبة عليه فاكملنا ديك البرنامج بكملناه بلي كمبلمان اليمانتر ولي كمبلمان فيتاميني خلال السنة كاملة ترجمة نانسي قنقر